اشتركوا في القناة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله على هامش مؤتمر بوابة الخليج في فندق الفور سيزن كل من معالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي وسعادة سيد خالد ناصر روضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة والسيد فاروق علي بسقي العضو المتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت الشقيقة حيث رحب سموه بمشاركتهم في مؤتمر بوابة الخليج وبما طرحوه من افكار في الجلسات النقاشية التي شاركوا خلالها ونوهى صاحب السموه الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات اخوية وتاريخية عريقة عمل الابا والاجداد على ترسيخها بالتواصل المستمرة وما زال الابناء يتوارثونها مشيرا سموه الى ما لدولة الكويت قيادة وشعبا من مكانة عزيزة ومتميزة لدى كافة ابناء البحرين واهتمام المملكة بتعزيز التعاون الثنائي لمواصلة فتح افاق جديدة على الاصعيدة المختلفة من جانبهم اشاد المسؤولون الكويتيون بمؤتمر بوابة الخليج الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي النائب جلالة الملك ولي العهد وبما يمثله من اهمية لدول المنطقة في جذب الاستثمارات مغربين عن شكرهم لسموه على ما يليه من اهتمام في تعزيز علاقات مملكة البحرين ودولة الكويت المتميزة كما والتقى سموه بالسيد يوسف علي الرئيس مجلس ادارة مجموعة لولو حيث اشار سموه الى ما تتمتع به المملكة من تسهيلات كبيرة للقطاع التجاري وحرصها على تيسير كل ما من شانه رفض حركة النمو في هذا القطاع المهم عبر دعم الحركة التجارية والاقتصادية بقطاع التجزئة في المملكة خاصة مع تنامي هذا القطاع في البحرين واكد سموه اهمية مواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتوسع في استقطاب الاستثمارات من خلال الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها البحرين عبر ما تمتلكه من مشاريع استثمارية ومقاومات خصبة جادرة منويها سموه بان مؤتمر بوابة الخليج يعد منصة حيوية تجمع مئات المستثمرين من حول العالم للاطلع على ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وفرص استثمارية من جانبه اشار السيد يوسف علي الى ما يليه صاحب السمو الملكية نائب جلالة الملك ولي العهد من اهتمام ودعم مستمر لتطوير بيئة الاعمال والاستثمار في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر